السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين على قناة نطقة الفلة تحية طيب الجميع وتحية طيب الجميع متابعين عبر ثورة عبد الوضع أهلا وسهلا بكم إخواني من جديد في هذه النشرة الجديدة العاجلة والمبشرة والمفاجئة إن شاء الله بآخر تحديث تهز سارعتنا الأوروبي مازال يفاجئ الجميع بتطورات إن شاء الله فيشير كذلك الاحتمال دخول منخفض بحول الله أطلسي إن شاء الله محمد بالأمطار والتلوج بحول الله لكن تغيرت التوقيت الضغول هذه الأمطار مع احتماليات إخواني كرام بداية الترابات الجوية سنقدم لكم كل شيء بالتفاصيل في هذه الفيديو القصير إخواني الكرام قبل الأخذ في التفاصيل بغير تربي يحفظكم أخوتي ركتار من تسمعهم ما يشاهدون في القناة وما يدعمونه لا بلايك لا باشتراه دعمونا الإخوان جزاكم الله يخير للجزاء والآن سنستمر ونطاقلوا مباشرة إلى التفاصيل بالنسبة لتوقعات مساء وإن شاء الله ويتوقع بحول الله فترة المساء أجواء غائمة تبدو على العديد من المناطق الملكة قد تعطي بعض التساقطات المطارية خصوصا على المناطق الشمالي الغربي كالعرائش والرباط والجديد والطرب إذا تبدو أجواء غائمة فترة الصباح لكن فترة بعد الزواس سوف تتمكن هذه الأمطار الرعدية بالتشكل بشكل غزير وبعض المناطق قد تعرفوا تساقطات مطارية جيد مهمة على تطوان طنجة وأصيلة كذلك العرائش ومناطق الحسيمة والتريوش وإساغن والتونات والزال واللميمون ومناطق الرباط والطار بيضاء وبرشد والطفرج الجديدة والوالدية وسيد بنور وآسفي هذه المناطق على تطرف تساقطات ضعيفة وهنا كذلك أمطار متفرقة أحيانا لكن خلال فترة المساء سوف تتمكن كذلك التساقطات المطارية بشكل عاصفي خصوصا على ماتق تهالة وفاس فتحديد من المستوى البرتقالي على ماتق تهالة إن شاء الله وكذلك كما تشاهدون أمطار حاضر على مكناس وفاس الخميسات سيد سليمان وقرية ابو محمد وتاولان والرماني وغارة وبرشيد وصفقة تعريفة بعض الترابات كذلك على الإفران ومناطق سكورة مداز إن شاء الله وقرسي بعد فترة الليل إن شاء الله أمطار الخير ما زالت متواصلة خصوصا على المناطق ناظر الحسيمة والتريوش مع احتمال إخواني الكرام أن تشهد بعض المناطق ربما بعد الرياح الناشطة إن شاء الله لكن خلال الأيام القادمة السفد غير الحال الجوي بشكل عاصفي ريا قوي متوقع عقليم الجنوبي الملكاء والسواحل الأطلسية باحتمال أن يكون البحر قوي لهجه أما بنسبة إن شاء الله لتوقعات إن شاء الله فترة الصباح من يوم السبت فالأمطار الخير ما زالت متواصلة خصوصا على المرتفعات علامات وكذلك 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 وزود وزود ورماني وإفران ومكناس وفاس وكذلك وتازع إن شاء الله وقرسيف وتوريت وجرادة ومناطق كذلك وجده وبركان وإساق تبقى أمطار ضعيفة على المناطق الواجهة المتوسطية بإذن الله محتمال إخواني كرام خلال الأيام القادمة تقدم عدة منخفضات أطلسية سوف تدخل إلى الملكة بشكل قوي سنعطيه لكم في هذا الفيديو فضروري جدا إخواني كرام مشاهدة الفيديو لكي تعريفوا التفاصيل إلى النهاية أنصحكم بمشاهدة الفيديو إخواني كرام للنهاية في فترة المساء إن شاء الله سوف تستمر بعض التساقطات المطارية هنا وهناك تبقى ضعيفة أقصى الشمال المملكة يوم الأحد كذلك احتمال تكون بعض العواصف الرعدية وبعض التساقطات التلجية على مناطق وتكونات محتملة على بعرفوب وأنه قد تعطي بعض التساقطات من البرد أو أمطار مصحوبة مع تروج إن شاء الله كذلك نظام العلية الشرقية كما تشير القرامة إن شاء الله ومناطق مجاورة كذلك ربما تعريفوا بعض الأمطار الضعيفة ررباط وكذلك طانجو العرائش وزيد السليمان وببرد أضمنات قد تعرف تساقطات ضعيفة خلال أيام القادمة يتوقع فترة المساء تستمر الأمطار على خير على الواجهة المتوسطية ومرتفعة الريف على مناطق وجدة إن شاء الله والناظر كذلك بركان وساكا والدريوش والحسيمة وإيساقن وشفشاون وتطوان وطانجو أصيلات المناطقات تساقطات مطارية جد معتبرة وغزيرة محلية أما بالنسبة خلال يوم الاثنين فيتوقع إن شاء الله أن تبقى الأجواء كذلك غير مستقرة بالرجوعات الشرقية قد تعمل مناطق فيكيك وبعرفة أمطاعت قد تكون عاصفية من المستوى البرتقالي والأحمر كذلك التربة الجوية على ما نتقصدها للتازي واللميمونة وتطوان وتنجبات العمطار الرعدية خلال توقعات الأيام القادمة تشير نماذج الاحتمالية تقدم منخفة الجوية ورجوعات شرقية بداية كذلك من يوم الترتاء على المناطق الشرقية خصوصا على بورفو وتندرارا وكذلك الحسيمة إن شاء الله تساقطات محتملة على المناطق ساقن وشفشاون ومراتق تطوان وأكن والأمطار الخير ما زالت متواصلة على دلماتق بالنسبة كذلك لتوقعات الأيام القادمة وخصوصا يوم الأربعاء يتوقع تقدم منخفة الجوية إن شاء الله محتمال تساقطة مطري على الجوية الشرقية وبداية يوم الخميس كذلك واحد ثلاثين إن شاء الله تساقطة مطري محتملة على مراتق قدير تردانت ومناطق الشفشاون أو الششاوة كذلك مناطق الرباط وسيد سليمان والعرائش ومناطق اللاميمونة وآصيلة إن شاء الله وشفشاون سديع للتازي وسيد سليمان بتوقع بإذن الله كذلك دخول هذا المنخفض الجوي الكبير بإذن الله يوم الجمعة إن شاء الله واحد من شهر إن شهر 11 على عديد من المناطق المملكة والمناطق المعنية فهي كالتالي أمطار الخير حاضر على مناطق طنجة وتطوان وأصيلة والعرائش كذلك للميمونة ششاون وإيفران وإساغن وتاونات وقرية ابو محمد وسيد علال التازي وسيد سليمان ومكناس وفاس والرباط والخميسات وكذلك من سليمان والدار بضاء الرماني والماس وإيفران خنفرة واتزم وخريبكة وزود شيخ سطات وكذلك أولاد فرج والجديد والوالدية وآسفي كذلك أمطار الخير لقل على السراغنة القادر بوشيبة ومراكش وكذلك الظلال ولملال وكذلك أمز وإيمان وصويرة كذلك وتالو دات وإدباها وبالفع نصال الله تبات لهذا المنخفض الجون منسبة توقعات الأيام القادمة فترة المساء وفترة الليل في توقع استمرار هذه الأطرابات الجوية بشكل عاصفي إن شاء الله على العديد من المناطق المملكة على البركان والناظور والحسيمة وكذلك تدريوش فترة الليل أمطار الخير متواصل لتدوان توقعات نسبيا ما زالت بعيدة المدواء قابل التغيير إخواني كرام أمطار الخير متواصلة كذلك على مناطق أصيلة والعرائش بشاون وزال اللاميمونة تاونات وعيساقن سيد علال التازي وسيد سليمان بو محمد وفاس وتهالة كذلك الريباط مكناس والخميسات الرماني وهو الماس إفرانوس كورا متاز وكذلك على مناطق واتزم وخريبك والقارة وبرشيد وطار بيضاء وكذلك ماتق الريباط وابنقرير وابنيملال وقدي البوشيبة وظلال وتسقطت تلجي على وكيمدين وانزميز وإيمين جانوت ويتوقع بإذن الله تغييرات كبيرة ومفجأة في الحالة الجوية تسقطت تلجي وكذلك مستمر بإذن الله على العديد من المناطق المملكة مع امطار وتساقطات تلجية متوقعة إن شاء الله وامطار الخير مازالت متواصلة بإذن الله صلى الله عليه والأسفي والوالدية السيد بن نور ولد فرجو الجديدة برشيد والطار بيضاء والمحمدية والصخيرات الريباط وسلا وسيد أسليمان للنبيبون والزان والعرائش وششاون كذلك مناطق تطوان والتنجو أمطار الخير متواصلة كذلك على الججاج الشرقية خصوصا على التوريت وساكا وقرسيف وتازة وبركان والناظور أمطار الخير متواصلة مع التلوج على الهداب العليا الشرقية على وطاة الحاجز كذلك ميذة تنفيت أمطار وتلوج كتيفة وأمطار ضعيفة معتدلة عن تيزني توقعات إن شاء الله فترة المسافة الأمطار إن شاء الله مزاعة متواصلة وما زالت سوف أتعرف تغييرات ولله لحم التساقطات مزالت متواصلة على مناطق وشدر بركان وجرادة وتوريت والناظور التريوش الحسيمة وساكا أمطار الخير متواصل على إساقن وشفشاون أمطار الرعدية على طنجة وتطوان الساقطات مطرية محتملة على اللميمون سدي للتازي وسيد سليمان الخميسات ومكناس وإفران كذلك كافاس ومناطق الرماني واخري بقوات زمزة وتشي ومطار حاضر على إيميل شير وأزيلال وتباني وإقادر وشيبا وقلع السرغنة وسدي بواتمان ومراكش وشيشا وامزميز وكيمدين إيمين جانوت أي التاوي وكذلك مناطق التارودان تؤتباه بالفاع وأقادير وتيز نيط سدي إفني وفلمين وأفريق تانتان وكذلك إخف النير ساقطات مطارية جد مطابرة وغزيرة ويتوقع استماد الأجواء الغير مستقرة لسبب التراكمات خلال الأيام القادمة فتشير لتراكمة مهمة بحول الله وقد تسك كمية الأمطار إلى أزيد من 60 مم إخونا كرام فهذه التوقعات مزالت بعيدة المدى وقابل التغييب مع الترابات المحتملة بداية من هذه الأسبوع ستعرف المملكة بعض الأجواء الغير مستقرة على العديد من المناطق المملكة وجهة الشرقية تكون معنية خصوصا كذلك بغرفة وبوانان ماتقى التارف تسقطة مطرية مهمة قد تصل إلى 50 مم كذلك ماتقى التارف وجديد قد تصل إلى 20 مم والرباط إلى 20 مم وكذلك ماتقى الجهة الشرقية تصل إلى بعض المناطق حتى 40 مم كتراكمات للأمطار خلال الأيام القادمة إن شاء الله صلو الله اتبعت لهذه الخيرات خير كبير قادم إلى المغرب حالة التقس